السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت مننا هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البغيوش يجي رائع او لخبيزات عامرين ما يسميه كما بغيتو يجيو زوينين كيجو مفشفشين وكما تتوفو معايا بحشوة بسيطة جدا وحتى المكونات رها يعني متوفرة ان شاء الله اول حاجة درت هنا يا كاس ديال الماء وقد ندير جوش كيسان ديال العنبة كيسان ديال العنبة دافي ديال الحليب ونفس الشيء الماته هو كندافي نضيف الخميرة لحسب الجو لحال سخون قليل الخميرة لبنات ولكن الحال يعني بارد مما ديرها معروفة يعني الخميرة على حسب الجو وهكا الخميرة باش تدفع النام نضرت واحد الماء القادية نضيف السكر معاها نحاول ما امكن انني نخلط الكل مزيان ومن بعد غادي نضيف كاس مع مرش ديال الزيت النباتي كما كتشوفوا معايا وغادي نخلط غادي نضيف هادك بياد البيضة والصفر غادي نحتفتو به باش غادي نزينو به الخبيزة ديالنا هنا غادي نضيف دقيقة لبنات تدريجيا وانا كنخلط حتى كنحصل على القوام اللي انا يعني القوام اللي انا باغية هنا درت الملحة وهنا تقريبا لبنات خمسة ديال الكيسان ديال العنباء اللي انا استعملت يعني تقريبا يعني على حسب الدقيق والنوعية دياله المهم انا غادي نستمر بإضافات الدقيق حتى كما قلت لكم نحصل على يعني القوام اللي انا باغية وبقوا معايا هناك و هناك كيفما تشوفو بعد ما ما تفتت دقيق نحصل على هذه القوام هذا اللي كيكون يعني ما قاسح ما مش يجعو تاني كيكون جاري بزاف كيف ما كتوفوا معايا راه كيكون مكيل تاسقش يعني بذك الإيناء وذك فهمتي هكاك صافي كنكون وحصلنا على النتيجة اللي بغينا ده بعض يندوزو الحشوة بالنسبة للحشوة هي حشوة كتبقى اختيارية بطبيعة الحال ولكن انا الاقتراح ديالي ديال اليوم انني درت واحد البصلة هكا تكون كبيرة فلفلاء حمراء فلفلاء خضراء وفلفلاء صفراء يعني فلفلاء الوان وشوية ديال الكفتاء والزيت بطبيعة الحال وواحد شوية ديال الملحة اللي غادي ندير يعني بنسبة للتوابل انا درت فقط الملحة كيف ما غادي تشوفوا معايا ودرت لبزعر وغادي ندير زعترة البنات فقط يعني هذا هو باش تبلت اول معدنوس تهوك لانك يعطي واحد النكاء كيف ما غادي تشوفوا معايا يعني فقط ما درت لباقي التوابل ما درت حتى شي حاجة وصراحة كتجي رائعة بزاف كما اشتوا معايا راني يدرت حتى المعدنوس على البنات لان المعدنوس كيتوتى بزاف مع الحشوات كيجي رائع بزاف المهم غادي نبقاك نستمر هاكا وغادي نغطيها على البنات وخام ما صورت هذيك اللي قطة فاش كنت مغطيهاها من بعد فاش غادي تطيب لي هذيك الكفيتة وهذاك يعني ذيك الفلفل وذك شي كله ما كان نضيفوش نهائي لما كان خليهم كيتشحروا غير في ذاك المادية لهم ومن بعد كنحصلوا على هاد القوام هادا وده باقي نمشيو باش نكملوا باقي الخطوات وبالنسبة للعاجين ها هو خمر البنات يعني طلع مزيان مزيان وهدي هي النتيجة اللي احنا باغينه وانا العاجين يخمر كل ما خمرت العاجينه كي يجينا البغيوش او لا الخبيزة ديالنا مزيانين كماشتو راني دردرت واحد شوية ديال دقيق وغادي نكب العاجين هنا ها ومن بعد غادي نمر باش غادي نشكلو اه يعني هكا كورا كورات صغوري اه كيبقى الحجم بطبيعة الحال اختياري اه كماشتو معايا في اول فيديو فانا غادي نديرهم فهذاك القوالب ديال كابكيك فلما كانش مشيش مهمين يعني مشيش حاجة اللي مهمة البنات ممكن نديرهم غير في السينية عادية ونديرهم في الفران يعني هديك غير شي حاجة اللي يعني هكا اللي بغيت تدريها كإضافة باش كي يجيش كيل ديالهم هكا متغاير واحد شوية اما بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مشيش ما عندهمش اولا ما بغاوش فبالتالي يديروها في عادي في السينية ديال الفران العادية كيما كتشوفوا معايا انا غادي نشكلهم هكا الحول ما امكان ان نديرهم باحجام يعني ام يعني متساوية من بعد ما كملتهم هنا الحوش ورها بردات تماما وهدي اهم حاجة ان الحوش ودينا قبل ما نمتون عمرو العاجين انها تكون بردات كيما شتو معايا انا درست اضافة ديال الفروماج وديرو اي فروماج بغيتو ولا بغيتوش الفروماج ما تديروش رمشيش يعني كل واحد كي دير داك شي اللي بغا كيما كتشوفوا معايا كنحاول ما امكان انني انبسطها كغير بيديا ومن بعد قد ندير فيها الحوشوة والحوشوة كتبقى اختيارية اللي بغيتوها تجي يعني عامرة ديرو فيها خير الله ديال الحوشوة كتجي آلد وبنينا المهم على حسب الرغبة كيما قلت لكم كيما كتشوفوا الطريقة جد سهلة وراه ما كيتل استقلاف ليدين هاد يعني هاد العاجين كيجي سهل في الخدمة ديالو يعني غدتخدميه بي آآ يعني ينتياء مرتاحة من بعد ما كملتو غدي نخلي حتي يخمر المرة الثانية يا لبنات ومن بعد ما غدي يخمر غدي ندهنوه بالبيض كيما كتشوفوا معايا وغدي ندير عليه الزلجلان كتبقاته هي اختيارية ممكن انكم تديرو السانوج او لا مهم مهم دك مش حوي جماعة تميتهم صراحة مهم اتدينو باش ما بغيتو انا زينتاكا وغدي ندخلهم الواحد الفرر اللي سخنتها على 180 درجة وغدي نخليهم حتي طيبو ويتحمرو تماما يعني كيجيوا واحد تحمير فيهم صراحة واعرا غير يعني طيبوهم على هاد درجة الحرارة باش كيكي كيجيوا طايبين ومحمرين شووه منهم كيف ما كتشوفوا معايا النتيجة رائعة جدا ومهم راه الصورة واضحة شوفوا البنات كيجيو طايبين ومحمرين شوه منهم كيف ما كتشوفوا معايا النتي فشفشين وما كي اه مهم ها ما دو من الداخل لالبنات طبيعة الحال دائما لكن معودكم كنت نوريكم التامل الداخل هالها الشي الا بغيتو الحشوة انها تكون كتير فاكتروا الحشوة انا درت مهم ما بينوا بين اه جات بهالطريقة ها دي و جات زوينين جاو زوينين دقي الحشوة جات بنين الصراحة مهم كانت منى انكم تجربوها ولا عجبك الفيديو كما كان قولك ما تخليش عندك اه يعني بارتاجيه مع الاهل والاصدقاء هكا باش تعم الفائدة وبالخصوص فهد الشهر الكريم يعني بارتاجيه الفيديوهات كباش بزاف كلنا الصراحة كنحيرو كل نهار اشنو غادي نديرو وهذا اقتراح من اه اه بعض الاقتراحات اللي ممكن انك تدريهم اه كيجو شكيل ديال هم زوينين يعني كتحطيهم في المائدة ديال الافطار زائد انهم اه كيجو زوينين يعني نضربوا عصفورين بحجر بحجر واحدة اه الشكل اه راه المهم اه بقيت كنصور وصافي البنات فالفرحانة بالنتيجة فبقيت كنصور وصافي المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كانت تمنى من كل قلبي انكم اه اه تجربوه وتبارتاجيه وتخليولي واحد لايك مع السلامة حتى الفيديو القادم ان شاء الله